متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرب تكونوا بخير وصحة وسلامة جينيس بارك من المواقع الممتازة جداً اللي اتكلمت عنها من قبل وما زلت بتكلم عنها لأن فعلاً فيها مميزات حلوة قبل عملت شوية تطبيقات عليه وحبت أن أنا أشاركها معاكم عشان أوريكم قوة هذا الموقع وصلة لحد فين وممكن تستخدموه إزاي كنت اتكلمت من قبل عن إنتاج فيديو من خلال جينيس بارك إيجنت وبشكل مجاني وقلت لك أن انت بيكون لك 200 نقطة مجانية كل يوم بتنزلك طبعاً دي ميزة حلوة جداً لأن 200 نقطة دول جيدين علشان تقدر تعمل بيهم حاجات بالذات فيه تعامل مع النص حاجات كتير منها منها استخدامه في تحليل بيانات أن انت تستخدمه زي ما حنشوفه النهاردة مع بعض فيه عمل بعض التطبيقات والجميل في التطبيقات دي إنها بتفضل موجودة عندك والجميل في التطبيقات دي إن انت بتقدر إن انت تستخدمها أي وقت أنت عايزه تشوف مع بعض النهاردة الأمثال اللي أنا عملتها وحبيت إن أنا أشاركها معكم وياريت في النهاية بإذن الله تعالى وبعد ما تشوف الفيديو أسمع رأيكم في التعليقات وتقولولي كده أفكار أنت ممكن تستخدموا جيني سبارك سوبر ايجنت في إيه؟ يلا بينا جيني سبارك بالدخول على الرابط الموجود في الوصف أسهل فيديو هتلاقي فيه حاجات كتير جدا أو AI agents كتير فيه طبعا عندي السوبر ايجنت المميز جدا وعندك الايجنت الخاص بالديبري سيرش أو البحث العميق وكل فورمي اللي بتستخدمه علشان مثلا تحجز ترابيزة في مطعم أيضا الداتا سيرش اللي عايزة استخدمه علشان تدور على معلومات معينة كراسي تشك يعمل لك مثلا مقارنة ما بين حاجتين ده مثال من الأمثلة اللي هو عطيها لي ولكن النهاردة تركيزي حيكون على الجينس فارك سوبر ايجنت واستخدامه اللي فعلا أدهشني تعال نشوف كده شوية تطبيقات عملتها بالجينس فارك سوبر ايجنت من الحاجات اللي طلبت منه انه هو يعمل هالي انه هو يعمل لي زي وان بيج كده او ويب بيج ارفع الصورة ولما ارفع الصورة يحول لي الصورة دي لستايل جيبلي الستايل المعروف الترندي لكل الناس الوقت بتستخدمه وانا هنا طلبت منه انه هو ينشئلي صفحة بتعمل الموضوع ده بتحول الصورة اي صورة هرفعها لجيبلي ستايل فعطاني المحول اللي انت شايفو ده اسمه محول نمط جيبلي هنا بيقوم بتحويل الصورة العادية لأسلوب ستوديو جيبلي الشهير بأمر بسيط جدا يعني الامر اريد عمل صفحة ويب لتحويل الصورة الى جيبلي ستايل يتم تحويلها بشكل مباشر هنا مثلا انا حورليك مثال حبتدي ان انا ارفع صورة من الصور ولتكن الصورة دي وحبتدي ادوس على تحويل الى نمط جيبلي هنا هو حوللي الصورة بنمط جيبلي ممكن يكون النمط يعني مش قوي فممكن انا اقوله تحويل تاني وابتدي ارفع صورة زي دي مثلا هنا الى حد ما الصورة دي ممكن تكون تحويلت شوية وحبتدي ان انا اقوله تحميل الصورة بعد ما ابتدي ان انا احويلها مكانش عجبني قوي النتيجة فرجعت قلت له عايزة شوية تعديلات ايه تعديلات دي؟ ان انت وفر لي خيارات اكتر وقوم بتضمين مجموعة متنوعة من الستايلز الموجودة فابتدي ان هو يحط لي ميزات اضافية نمط ستوديو كلاسيكي نمط كارتون نمط رسوم بالالوان المائية نمط انطباعي نمط نيون نمط انمي وبدأ ان هو يزبط لي مرة تانية محول الانماط صورة زي دي واقول له اختار نمط جيبلي بلا الجيبلي يخلينا في نمط نيون المتوهج توليد الصورة ماشي نيون المتوهج طبعا انت بتروح هنا تضيف حاجات بقى تعمل اد والافضل طبعا ان انت ما تعملش يبقى بيزيك برومت كده ان انت تعمل امر مزبوط وتقول له ايه اللي انت عايز تستخدمه ولو عندك مكتبة معينة عايز تستخدمها الناس اللي بتفهم في البرو جرامنج حاجات دي كلها ممكن تفيد بشكل كبير جدا حاجة من الحاجات بقى اللي كانت بالنسبة لي عملية اكتر من الكلام ده والفاتة دي كانت مجرد تجربة الجزء المتعلق بان انا اعمل ايب سغير اميج ريسايز يعملي ريسايز ليه الصورة وفي نفس الوقت اوبسكيل كمان الصورة يعني الاتنين مع بعض تعال نشوف مع بعض الموضوع ده انا انا قلت له كريات اوان بيج ويبسايد عايزة استخدمه عشان اعمل ريسايز اني اميج ازبط الابعاد بتاعت الصورة وتناسب كل السوشيال بلاتفورم كل المنصات وبعد ما تعمل لها ريسايز اوبسكيل ذا اميج تو هاي ديفنيشن زود الريزولوشن او الدقة بتاعت الصورة ليه هاي ديفنيشن فعملي الابليكيشن ده هنا ببتدي ارفع الصورة بتاعتي وهنا بختار البلاتفورم سايز وهنا بقدر احدد الكواليتي بتاعت الصورة ممكن لحد فور كي واقول له بروساس اميج يحول هاي دي فهنا انا هروح اغير تشينج الصورة هبتدي اغير مثلا الصورة ولتكن صورة زي دي اعتقد ان هي already عايزة شوف بس حاجة تكون الريزولوشن بتاعتها مش عالية قوي ولتكن صورة زي دي وابتدي هنا اقول له زبط لي الابعاد بتاعت الصورة عشان تناسب انستجرام خلينا في انستجرام عشان دي الابعاد بتاعتها 1472-232 ده الابعاد بتاعتها بتظهر عندك هنا كمان وبيظهر عندك قد اي ميجا بايت وهنا هبتدي اعمل write check على الupscale to hd وممكن تختار ما بين 2x و 4x انا هختار 4x وحدوس على process image هيديني الصورة بالشكل ده one to one اعتقد ان هي ممكن تكون الريزولوشن بتاعتها جيدة وقادي الصورة عمل لها upscale وابتدي كمان عمل لها download البعض هيقول لي هيتعمل لها download هتروح فين هتتحمل عندك على الجهاز وحفتحها دلوقتي اصادك علشان تشوفها بشكل عملي وهي قدامك الصورة زي ما احنا شايفين بـ resize بتاعها تقدر طبعا تطبق الموضوع ده على اي صورة تانية ويفضل ما يكونش فيها كتاب عشان الكتابة ما تروحش منك او يتقطع منها اي حاجة والجميل بقى ان انت تقدر ترجع في اي وقت علشان تستخدم اي application انت عايز تعمله نيجي بقى الحاجة عملية اكتر مش كل الناس عايزة تعمل applications وتستخدم انا بس كنت بوليك قدراته طبعا الموضوع عشان تحصل على نتيجة دقة لازم يكون الامر بتاعك افضل واحسن يعني انت تكون فاهم انت بتعمل ايه عشان كده دايما نقول ان حتى في عمل التطبيقات لازم الواحد يبقى فاهم وعايز ايه بالزبط انا ضد قوي حتة ان هذا التطبيق او هذا الموقع بيقوم بعمل موقع الكتروني من A to Z وما بقاش هنعرفه ازاي ممكن اعدل عليه فمن المهم جدا انت يكون عندك knowledge او معرفة بالكودينج وانت بتعمل هذه ال application لكن انا بوريك فقط قدرة هذا الموقع اللي هو جن سبارك وايضا قدرة السوبر ايجنت الموجودة فيه نستخدمه بقى بشكل عملي اكتر انا هنا هقول له اللي هو ايضا السوبر ايجنت تناول موضوع الكواكف في المجموعة الشمسية مناسب للاطفال بعمر عشر سنوات اعطني تفاصيل كثيرة وتناولها بطريقة مشوقة ويحتوي على افكار للصور والرسوم التوضيحية يمكن استخدامها كاداة تعليمية هبتدي ان انا ادوس انتر واشوف هيديني اينه هنا هيدتدي اشتغل على التاسك اللي انا طلبه منه هيدتدي يروح للسورسز او المصادر اللي هجيب منها المعلومات فهو هيبتدي الاول يجمع المعلومات هيبتدي يدور على صور هيجيب لي صور يبقى هو حصل على المعلومات وراح جمع شوية صور كمان من على الانترنت وابتدى ان هو يركز على التكست اللي هو حيدهولي هنا رحلة مشوقة الى الكواكب في المجموعة الشمسية كواكب التمانية يحطهم لي صورة طبعا هو جمع من على الانترنت حقائق مثيرة عن عطارد الظهرة الظهرة التوقم الخطير للأرض حقائق مثيرة عن الظهرة حقائق مثيرة عن الأرض زحل أورانوس بعد بقى ما يخلص خالص create a web page describe او بالعربي يعني the previous content حيدولي طبعا باللغة العربية حسنا بس الحد ما يخلص خالص شايفين كمية الصور وابتدى أدوس انتر على طول حيبتدي يروح للكانفس وحيبتدي ان هو يكتب لي الكود اللي بيعبر به عن كل المعلومات الموجودة هنا المعلومات دي هتساعدك ان انت لو عايز تعمل edit او تطلب منه حاجة زيادة ممكن تكتب له هنا حاجة زيادة فتأكد ان انت خلاص المعلومات دي هي المعلومات اللي انت محتاجها في الاخر خالص هتقول له create a web page بتعبر عن الداتا دي عشان يكون شكلها افضل في عملية الشرح وحنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة عايزاكم بتبصوا على نتيجة الجميلة المبهرة بصراحة رحلة مشوقة الى الكواكب في المجموعة الشمسية زي ما احنا شايفين الرحلة المشوقة الى الكواكب زي بالس كده بتختفي وبتظهر مرحبا ايها المستكشفون الصغار هل تسألت يوما عن تلك النقاط الموذيئة التي تراها في السماء ليلا علشان كده حتة الاضاءة البالسز الخاصة بالرحلة المشوقة ما جاتش من فراغ ما هي المجموعة الشمسية وهنا حيشرح لك المجموعة الشمسية والكواكب الثمانية كل كوكب فريد من نوعه فكرة رسم توضيحي هنا ده تسك انت بتضيل الطفل ارسم عطارد كطفل الرياض يجري بسرعة حول الشمس هنا دي الزهرة هنا الارض كوكبنا الازرق الجميل وفكرة رسم توضيحي الطفل يرسمه تسك هو بيعمله المريخ المشترى زحل اورانوس نيبتون ماذا عن بلوتو وفيه انشطة ممتعة للتعلم عن الكواكب هل تعلم لو كنت تزن كذا دي شوية معلومات رسالة الى المستكشفين الصغار تم اعداد هذه صفحة الاطفال الصغار المهتمين بالفضاء والكواكب وتقدر انت تروح هنا تدوس وتبتدي ان انت تشير تو تويتر تشير تو فيسبوك كوبي يو ار ايل تو كليب بورد ويتفتح لوحده ممكن كده نروح open a new window كمان ممكن من هنا وتبتدي تاخد اللينك ده وتشاركه بصه جمال المادة التعليمية اللي ممكن تفيد اي طفل في سن العشر سنوات زي ما انا كتبت الموضوع هيكون بالنسبة له لما يجي يفهمه بالطريقة دي هيكون افضل واحسن وكمان لو انت عطيته هومورك فكرة رسم توضيحي هيكون حلو جدا 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 ده بالنسبة لي جينيس فارك في استخدامه في عمل ادى تعليمية ممكن استخدمه في ايه كمان؟ ممكن ان انا ارفع ملف وقوله اعمل لي منه حاجة يعني ايه اعمل لي منه حاجة؟ يعني ابتدي هنا اروح حابتدي ارفع ملف هنا ده بيدي اف عندي بسيك اروان حقوله اكسبلين بيدي افضل الوحفة on by using dashboard includes shorts and images and any other types of visuals أي بقى visuals استخدم ده عبارة عن pdf مثلا عن dpcr1 النموذج وانا عايزة افهم وانا ما عنديش technical background هدوس enter طبعا كل ده انت بتفقد من الكريدتس بتاعتك زي ما قلتلك انت ليك 200 كريدتس في اليوم هتقدر تعمل بيوم حاجات كويسة لو انت استخدمته للنص ان شاء الله بإذن الله نجربه في الصور في فيديو تاني بإذن الله تعالى ولكن انا هنا بوريك هنا حيبتدي ان هو يفكر ويعمل الكود وحنشوف دلوقتي الداشبورد من المفترض ان هو هيقرأ pdf ويفهمها ويبتدي ان هو يستخرج المعلومات يبتدي بسط المعلومات لشخص ما عندوش اي technical background او اي خبرة تقنية انا عايزك باتبص على النتيجة ده البيزيكس الاساسيات في اصدارين r1 zero و r1 و learning journey زي بيشتغل deep seek r1 عملية التفكير وببساطة هتلاقي ان ما فيش اي مصطلحات معقدة الperformance او الاداء بتاعه هنا deep seek r1 و deep seek version 3 و open ai o1 والmath problem solving بيحتل نسبة الda نسبة percentage بتاعته في حلول المسائل الخاصة بيه المath في الكودينج والkey features and capabilities والreal world applications والreal world applications وهنا بيقولك ان هو open source and available for research مفتوح المصدر طبعا لو انت خدت حاجة زي كده وروح تفتحتها زي ما احنا شايفين link لوحده عايز تشاركه مع اي حد وتحاول توصله المعلومة بشكل بسيط ومعندوش اي خبرة هتقدر تشاركه المعلومة زي ما احنا شايفين gen spark اداء قوية لو عايز تعمل صور هتلاقي لو عايز تعمل فيديو هتلاقي لو عايز تحلل bzf هتلاقي لو عايز يعمل لك اداء تعليمية موجود يعمل لك application بسيط لو انت حتى ما عندكش خلفية اوي ممكن يعمل لك application بسيط زي application يحسن جودة الصورة ايضا موجود كل ده موجود وبشكل مجاني انت عندك 200 نقطة يوميا وبيجدده كل يوم خطة مجانية متميزة من موقع gen spark اللي اتمنى انه هو يتطور اكتر ويبقى افضل واحسن كمان من الوضع اللي هو موجود عليه للوقت انه الوضع جايد طبعا جدا ولكن التحسينات عليه تكون اكتر ده حيفدنا احنا كمستخدمين بشكل كبير اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد حاول تستفيد اه مش بس بانتاج صور وفيديو وفايس لا حاول تستفيد كمان علشان تخلي حياتك اليومية العملية او العلمية اسهل وافضل وانت جيتك اعلى بمعرفتك بهذه الادوات صدقني هتكون مميز اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة لو كنتم متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك وشير وكمنت دمتم فرعاية الله دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته